اشتركوا في القناة هي رواية نشرت في العام 2002 من تأليف الروائي هاروكي موراكامي ترجمت للغة العربية بعام 2007 ضمن مشروع كلمة التي تبنته هيئة أبوظبي للثقافة والتراث تتألف الرواية من 49 فصلا تنقلنا بين الشخصيتين الرئيسيتين الفتاة كفكا ذو الخمسة عشر عاما والعجوز نكاتا وبسبب طول الرواية ارتقينا تقديمها على جزئين الجزء الأول سنتحدث من خلاله عن فتاة كفكا ومغامراته للهروب من لعنة والده وإيجاد نفسه خلال رحلة التي قرر خوضها أو ربما كتبها عليه القدر وفي الجزء الثاني سنقدم نكاتا وعالمه العجيب ورحلته لملء الفراغ بداخله وبنهاية الجزء الثاني سنتقدم رأينا عن الرواية بعض الملاحظات تبدأ القصة مع الطفل ذو الخامس عشر وهو يتحدث مع الفتاة كرو ويخطط للهروب من منزله كانت خطته بسيطة جدا بأنه سيهرب من البيت لبلدة نائية ليعيش ويعمل بمكتبة صغيرة أخبره الفتاة كرو أنها ليست بالرحلة الهينة وأنه يجب أن يكون أقوى فتا بالخامس عشر من عمره بالعالم لم يكن هروب الفتاة بالصدفة فقد خطط منذ عامين تقريبا للهروب فمارس التمارين الرياضية المختلفة ولعب على الأجهزة الرياضية فأصبح يملك كتفين عريضين وصدر واسع ومع تمتوحه بالطول وامتلاكه ملامح جامدة وعيون باردة ورثة عن والده جميع هذه العوامل جعلته يبدو أكبر سنا بهذا نجحت خطوته الأولى أخذ من مكتب والده مالا ومطوى ومصباح يدوي إضافة إلى صورة تجمعه مع أخته الكبرى على أحد الشواطئ كان حينها بالثالثة من عمره تقريبا لا يذكر أنه ذهب إلى الشاطئ مع أسرته يوما لا يملك صورة لوالدته فوالده تخلص من جميع الصور أخذ هاتف والده المحمول حمل حقيبته وغادر المنزل الخالي الساعة الثالثة عصرا متوجها لبلد تشوكوكو فهناك لا يعرف أحد ولن يشك أحد بوجوده فيها انطلقت الحافلة ليلا برحلة تستغرق عشر ساعات إلى تكاماتسو وعند منتصف الليل أيقظه الفتى كرو ليتمنى له عيد ميلاد سعيد عند الفجر أوقف السائق الحافلة قبل ساعة من وصولها لتكاماتسو عند استراحة الطريق جلس الفتى بالاستراحة يشرب كوبا من الشاي جلست فتى بجانبه وأخبرته أنها حضرت لتكاماتسو لتقيم بمنزل صديقتها وأنها تعمل مصففة شعر بطوكيو استمرت الفتى بالحديث واكتفى الفتى بالإيماء وعندما عادا للحافلة جلست الفتى بجانبه لتنام مباشرة فكر الفتى بأنها من الممكن أن تكون أخته فهي تقريبا بعمرها فهو لا يعرف أي شيء عن أخته غير صورتهما معا على الشاطئ طرد تلك الأفكار واستسلم للنوم استيقظ الفتى على صوت الفتى نزلت متململة من طول الرحلة قدمت نفسها باسم ساكورا عرف الفتى عن نفسه باسم كفكا تامورا وهو الاسم الذي اختاره لنفسه دونت ساكورا رقم هاتفها المحمول على ورقة وخبرته أنها ستقيم لفترة بشقة صديقتها وأنه يمكنه الاتصال بها بأي وقت قرر كفكا قبل أن يتوجه إلى الفندق الذي حجز فيه مسبقا أن يقوم بزيارة مكتبة كوميورا التذكارية فكفكا معجب بالمكتبات منذ صغره فقد قضى معظم أيامه بالمكتب العامة فكانت بمثابة منزله وعندما قرر الحضور إلى تاكاماتسو كانت مكتبة كوميورا أول مكان أراد زيارته استقل كفكا قطار صغير يوصله للمكتبة وعندما وصل إلى المحطة عبر عدة من المتاجر والمنازل القديمة لجد نفسه أمام بوابة مكتبة كوميورا بعدما تتخطى البوابة تمر بحديقة جميلة توصل لمدخل لايق الجمالا مزين بزخارف فريدة وعند دخول كفكا المكتبة استقبله شاب بشعر طويل وبشرة ناعمة وجسم نحيل يحمل بطاقة باسم أوشيما رحب أوشيما بكفكا وبدأ بإطلاعه على تعليمات المكتبة وشرح له أن مكتبة كوميورا مكتبة خاصة متخصة بالكتب القديمة وخاصة شعر التانكا والهايكو وأن معظم روادها يحضرون لإعداد أبحاث خاصة عرفه أوشيما بالقليل عن تاريخ المبنى وأن رب أسرة كوميورا السابق كان مغرما بالأدب وجمع العديد من الكتب النادرة القيمة بشغف وامتلاكهم تلك المجموعة القيمة حفز الأسرة لتحويل المبنى إلى مكتبة وكل ثلاثاء عند الثانية ظهرا التي تترأسها الآنسة ساييكي للتعريف بالمكان وأشهر مقتنياته شكره كفكا وتوجه لداخل المكتبة اختار كتابا وجلس على أريكا بقاعة المطالعة شعرك أنه في منزله وعند الساعة الثانية انضم للجولة التي تحدث عنه أوشيما لم يشرك بالجولة سوى زوجين من أوساكا تقدمتهم الآنس ساييكي لم يستطع كفكا أن يقام فكرة أن الآنس ساييكي قد تكون والدته فهو لا يعرف شكل أمه أو عمرها خلال الجولة شرحت الآنس ساييكي بصورة مفصلة عن تاريخ المبنى وشملت الجولة زيارة كل الطوابق استمتع كفكا بجمال فن العمارة واللوحات المعروضة وعند انتهاء الجولة عاد لقاعة المطالعة وعند الخامسة غادر المكتبة استقل القطار متوجها للفندق دخل غرفة الفندق وجدها غرفة رخيصة وبسيطة جلس على السرير شهر بالحرية ولكن بنفس الوقت بالضياع فهو بمكان غريب تساءل عما يفعله والده الآن هل أدرك اختفاؤه أم لا وفي اليوم التالي تناول كفكا الفطور الذي يقدم مع الغرفة لم يشعر بالشبع تذكر كيف كان بمنزله يتناول كل ما يرغب به أخبره الفتى المدعو كرو أنه يجب أن يعتاد الآن على تناول الفتات فهو يريد أن يكون أقوى فتى بالخامسة عشر من عمره فحمل كفكا حقيبته وتوجه لنادي رياضي قريب وبدأ التمرين على الآلات الرياضية وعندما انتهى توجه إلى المكتبة حاملا حقيبته استقبله أشيما بابتسامة قضى كفكا باقي اليوم بالقراءة وغادر المكتب عند الساعة الخامسة قضى كفكا الأيام السبعة التالية بنظام محدد الاستيقال صباحا تناول الإفطار بالفندق ممارس الرياضة إما بغرفته أو بالنادي الرياضي الذهاب للمكتبة حتى موعد إغلاقها ما عدا يوم الاثنين قضاه بالمكتب العام لأنه يصادف يوم عطلة مكتبة كوميورا وبعدها تناول العشاء بالمقى القريب ثم النوم استيقظ كفكا ليجد نفسه بين أشجار لا يذكر شيئا مما حدث فآخر ما يذكره وجوده بالمقى بجانب الفندق يتناول العشاء نظر إلى الساعة فوجدها الحادي عشر ونصف ليلا لقد فقد أربع ساعات من الذاكرة وكتفه الأيسر يؤلمه بشدة فتح حقيبته بحث بداخلها لا يوجد شيء مفقود أخرج المصباح اليدوي منها ومشى بين الأشجار مستعينا بضوءه ليجد نفسه عند معبد صغير دخل إلى الحمام ليجد شعره ووجهه مغطى بالطين وهناك بقع دم تغطي ملابسه ولكنه لا ينزف من أي مكان خلع ملابسه ووضحها بكس بلاستيكي ليتخلص منها لاحقا غسل شعره ووجهه ويديه اللتاني ترتجفان أدرك أنها دماء شخص آخر ولكنه لا يذكر شيئا أبدا ارتدى ملابس أخرى خاف أن يعود إلى الفندق فهو لا يدرك للآن ما حدث فعلا فأخرج الهاتف واتصل بساكورا شرح لها أنه بمشكلة وأنه يحتاج مساعدتها طلبت منه أن يحضر لشقتها وأعطته العنوان الشقة التي تقيم فيها ساكورا قذرة ورخيصة أخبرته أن صديقتها سافرت الهند لبرحلة لمدة شهر وأنها عرضت عليها أن تقيم بشقتها وتحيل محلها بالعامل حتى تعود فوفقت ساكورا لرغبتها بأن تعيش لفترة بعيدا عن العاصمة وأنها تعلم من أول لقاء بينهما بالاستراحة أنه هارب من منزله فهي أيضا هربت من منزلها وهي بعمر السادس عشر ولكن لم تبتعد كثيرا فقد وجدتها الشرطة وأعادتها للمنزل أدرك كفك أنه يجب أن يطلح على كل شيء إذا رغب بالحصول على مساعدتها فأبلغها بكل ما حدث معه منذ غادر المنزل وحدثها عن والدته وأخته اللواتي تركنا المنزل وهو بعمر الرابعة ولا يعرف أي شيء عنهما غير صورته الوحيدة مع أخته وحدثها عن فقدانه أربع ساعات من الوقت واستيقاضه بين الأشجار خلف المحبد وبقع الدماء تغطي ملابسه سألته ساكورا إذا تعرض لحادثة فقدان ذاكرة مشابه من قبل أخبره أنه عانى مرتين من نوبة غضب فقد خلالهما إدراكه لما حوله وللأسف تسبب بإيذاء بعض الأشخاص قامت ساكورا بفحص كتفه الأيسر وأكدت له أنها مجرد ردة ولكنها مصدومة ولا تملك تفسيرا عن كيفية وصوله للمعبد وأيضا سبب وجود بقع الدم ولتطمئن كفكة حضرت الشاي وتخلصت من الملابس الملطخة بالدماء ورغم ذلك بقي كفكة متخوفا من أن يكون قد تسبب بإيذاء شخص بصورة خطيرة طمئنته ساكورا بأن الدم من الممكن أن يكون له أسباب عديدة وأثناء شربه من الشاي سألت ساكورا كفكة كيف أن والدته قد غادرت المنزل وتركته مع والده وبالمقابل أخذت أخته رغم أنها طفلتها المتبنى أجابها كفكة أنه طرح نفس السؤال طوال حياته شعرت ساكورا بالحزن من أجل كفكة وأبلغته أنها الآن أخته الكبرى شكرها كفكة واستلقى داخل حقيبة نومه ونام مباشرة استيقظ كفكة الساعة التاسعة صباحا ليجد ساكورا غادرت للعمل وتركت ملاحظة لتعلمه أنها شاهدت نشرة أخبار الساعة السابعة صباحا ولم تعرض أي خبر عن حدود جريمة بالمنطقة وهذا دليل جيد على أنه لم يقم بإيذاء شخص الليلة الماضية حزم كفكة حقيبته وترك ملاحظة لساكورا يشكرها مرة أخرى وغادر متوجها لمكتبة كوميورا لم يجد كفكة أمامه خيار آخر فهو بحاجة للمساعدة فاستجمع شجاعته أخبر أوشيمة أنه بورطة وأنه بحاجة لمكان يقيم فيه أبلغه أوشيمة أن بإمكانه أن يطلب من الآن السايكي أن تسمح له أن يقيم بغرفة الضيافة بالمكتبة وأن تمنحه عملا ولكنه بحاجة لعدة أيام لترتيب الأمور وعليه سوف يوصله لمكان يستطيع أن يقيم فيه بالأيام القادمة شكره كفكة وبعدما أنهى أوشيمة عمله عند الساعة الخامسة انطلقا بالسيارة وفي الطريق أخبره أوشيمة أنهم متوجهين لمنطقة تسمى جبال كوتشي وأنهم ورثوا الجبل بالكامل عن جدهم وأن الطريق تستغرق مسافة ساعتين ونصف بالسيارة اعتذر منه كفكة لاضطراره للقيادة تلك المسافة الطويلة أبلغه أوشيمة أنه يحب قيادة السيارة فهي تشعره بأنه يمارس مغامرة خطرة فهو يعاني من مرض الهيموفيليا ولذلك لا يمكن أن يتعرض للنزيف لذلك فإن قيادة السيارة هي أخطر رياضة يمكن أن يمارسها وعندما وصلا وجد كفكة نفسه بوسط غابة كبيرة أمام كوخ صغير ترجلا من السيارة ودخلا الكوخ أشعل أوشيمة مصباحا قديما واعتذر من كفكة لبساطة الكوخ ولكن أخاه الأكبر سادة بناه بنفسه وبسبب انشغال كليهما بالعمل لم يقوم بزيارة الكوخ من فترة طويلة وقبل أن يغادر أوشيمة قدم لكفكة نصائح للعيش بالمكان وحذره من التجول داخل الغابة فهي مكان خطير من الممكن أن يضيع فيه بسهولة وأنه سيعود لاستحابه خلال أيام وبعد مغادرة أوشيمة أغلق كفكة الكوخ جيدا وانسلى داخل حقيبة نومه لم يستطع إلا الشعور بالخوف من الهدوء الشديد الذي يخترق أحيانا صوت بعض الحيوانات عندها سمع الفتى كرو يهزأ من شعوره بالخوف بعد أن وعد أن يكون أقوى فتى بسن الخامسة عشرة تجاهله كفكة وأغمض عينيه بقوة واستسلم للنوم استيقظ كفكة في الساعة السادس صباحا ليجد أن الظلام تبدد وأن كل شيء يتوهج تحت شعاع الشمس الذهبي نهض كفكة وتجول قليلا حول الكوخ وبعد الظهيرة قرر أن يتجول بالغابة وبدأ بالسير مبتعدا قليلا عن الكوخ وعندما تعمق بالغابة أكثر تفاجأ بتشابكها لدرجة تشعرك بالاختناق والخوف فهرب كفكة عائدا إلى الكوخ في اليوم التالي بدأ نهاره عاديا وبعد الظهيرة انطلق باتجاه الغابة محصنا ببوصلته وبلطة قرر استخدامها لوضع علامات على الأشجار لتدله على طريق العودة سار كفكة متعمقا بالغابة حتى وصل إلى فسحة مستديرة خالية من الأشجار تماما جلس كفكة مستمتعا بدوء الشمس وبنهاية اليوم عادة إلى الكوخ وأثناء الليل تساقط المطر بغزارة تعود كفكة على الحياة بالكوخ رغم أنه لم يقضي فيه سوى ثلاثة أيام ما عادت أصوات الطبيعة تخيفه استمتع بجولاته بالغابة مستكشفا كل مرة طريقا جديدا تعيده للكوخ وفي اليوم الرابع وصل أوشيما بسيارته عند الظهيرة حزم كفكة حقيبته وغادره وفي الطريق زف له أوشيما خبر موافقة الآن السيكي أن يعمل في المكتبة وسماحها له بالإقامة بغرفة الضيافة وأن أعماله سوف تكون بسيطة شكره كفكة وأخبره أنه سعيد لأنه سوف يصبح جزء من المكتبة وقبل أن يصل أخبره أوشيما أنه لا بد أن يحدثه قليل عن الآن السيكي فهي صديقة والدته منذ الطفولة وخلال مرحلة الإعدادية وقعت بغرام شاب وهو الإبن الأكبر لأسرة كوميورا وكان حبهما مميزا وبعد إنهائهما المدرسة سافر الشاب للدراسة بجامعة توكيو وهي بقيت بتاكاماتسو وتخصت بالبيانو بإحدى الكليات ورغم افتراقهما استمرا بالتواصل وزاد حبهما وبسنتها الثانية بالكلية ألفت الآن السيكي أغنية ولحنتها وغنتها بصوتها وقام أحد أصدقائها بتجيل غنائها أثناء إحدى الحفلات وأرسل الشريط إلى شركة تجيل موسيقي فأعجبت بالأغنية وقدمت لسايكي هرضا أن تسجل لها أولبوم بمقر الشركة بتوكيو وافقت سايكي ومجرد وصولها لتوكيو اجتمعت بحبيبها مرة أخرى أما الأغنية فقامت بتجيلها بأولبوم غنائي لم يضم سوى تلك الأغنية ولحنها الذي عزفته بشكل منفصل وصدر الأولبوم في العام 1970 وأن الأغنية حمرت اسم كفكا على الشاطئ وهذا سبب استغراب أوشيما اسم كفكا عندما قابله لأول مرة استمر أوشيما بصر قصة سايكي فأخبر كفكا أن حبيب سايكي قتل بعامه العشرين في خلال تلك الفترة قام الثورات للطلبة وخلال الفوضى قام مجموعة من الطلبة باختطافه وضربه حتى الموت بعدها انهارت سايكي حتى أنها لم تحضر جنازته وعلى أثر ذلك غادرت تكاماتسو لتغيب عنها لمدة 25 عاما وعادت عند وفاة والدتها لتحضر الجنازة ولتستقر بشكل نهائي بالمنطقة وهي من قامت بإقناع أسرة كوميورا بإنشاء المكتبة فببنى المكتبة يحمل ذكريات كثيرة لها مع حبيبها ولكن بالنسبة للآن السايكي فالوقت توقف وهي بالعشرين من عمرها فهي كمن يعيش بعالمه الخاص فوفات حبيبها جرحتها بالروح كما أخبره أوشيما كيف أن والدته من ساعدته بالحصول على عمله فهي من عرفته على الآن السايكي عندما وصلا المكتبة أرشد أوشيما كفكا إلى الغرفة التي سوف يقيم بها كانت غرفة بسيطة تميزت بوجود لوحة معلقة لولد يجلس على مقعد مقابل الشاطئ وفي اليوم التالي وصل أوشيما للمكتبة مبكرا وشرح لكفكا طبيعة الأعمال مطلوبة منه ليبدأ عمله وبعدها دخلت سيدتان إلى المكتبة بدأتا بتجيل ملاحظات وتصفحتا الكتب لساعات دون أن تقرأ أي منهم وعندما انتهيتا تحدثتا مع أوشيما وكفكا حيث أبلغته إحدى السيدتين أن نسمع الآنسة سوجة وأنها وصديقتها تعملان بمنظمة تقوم بمسح للمرافق الثقافية العامة من وجهة نظر نسوية من حيث الخدمات وسهولة استخدامها من قبل السيدات وأنهما كل فتاة بمنطقة تكاماتسو بدأت الآن السوجة تقادها بوجود حمام واحد مشترك وأن ترتيب أسماء الكتاب الذكور تسبق أسماء الإناث بكل المواضيع حاول أوشيما أن يقدم لهما ردود مؤدبة على انتقاداتهما ولكن إجابات أوشيما لم تكن مقنعة فثارت السيدتان غضبا بدأتا بإطلاق ألقاب على أوشيما تتهمانه أنه مثال كل الذكور بالعالم الذين يسعون لحرمان المرأة من حقوقها والتسلط عليها عندها شهر أوشيما بالانزحاج وأخبرهما أنه يملك جسد أنثى ولكنه يفضل أن يعامل كرجل ولهذا يرتدي ملاب الذكورية وعليه فهو لا يشكل مثال للتعصب الذكور بالعالم وقفت السيدتين وكفكا مصدومين وعندما غادرت السيدتان جلس أوشيما بجانب كفكا واعتذر منه لإخباره بتلك الطريقة ولكنه أراد أن يوقف غباء السيدتين الفارغتين ضيقتان أفق أخبره كفكا أنه سوف يبقى صديقه وهو فخور بهذه الصدقة في المساء جلس كفكا وأوشيما بغرفته بالمكتبة قدم له أوشيما صحيفة تحتوي على مقالة قتل النحاة المشهور كيوتشي تامورا وأن التحقيق أثبت عدم وجود سرقة وأن الاحتمال أكبر أن سبب القتل هو الثأر وأن الشرطة تبحث عن ابنه الوحيد وأن المقالة نشرت منذ أيام أثناء إقامة كفكا بالكوخ تذكر كفكا أن وقت وقوع الجريمة يطابق الوقت الذي فقد فيه الذاكرة بتلك الليلة وتساءل هل من الممكن أن بقع الدم التي غطت ملابسه تعود لوالده وبردة فعل سريعة قال كفكا أنه لم يقتل والده استغرب أوشيما من ردة فعله وأبلغه أنه من المستحيل أن يكون مرتكب الجريمة فقد قضى ذلك اليوم كل النهار بالمكتبة ولن يسعف الوقت للرجوع إلى توكيا والعودة منها وساه أوشيما فلا حاجة ليدع القوة فمن الطبيعي أن يشعر بالحزن ولكنه يجب أن يكون واثقا أن ما حدث لم يكن خطأه وطمأنه أنه بمأمن في المكتبة وأيضا أبلغه أوشيما أنه لفت انتباهه خبر ذكر بالصحيفة لحادث تساقط سمك من السماء دون وجود تفسير علمي للحادث وأيضا خبر آخر عن تساقط علق من السماء على استراحة فوجيغاوة بنفس الليلة وأنه يظن أن الأحداث الغريبة ربما تكون مرتبطة بمقتل والده تشجع كفكا وأخبر أوشيما بنبوءة والده حيث أخبره والده منذ صغره أن قدره أن يقتل أباه وأن يعاشر أخته وأمه تفاجأ أوشيما كيف بإمكان أي أب أن يبلغ ابنه بشيء رهيب كهذا استمر كفكا بالحديث عن والده فأخبر أوشيما بأن والده كان إنسانا ملوثا يكسر كل ما يلمسه وربما كان نحاتا رائعا ولكن كفكا دائما كان يشعر أن أباه متصرا بشيء غير طبيعي وأنه متأكدا أن سبب تخلي أمه عنه أنه جزء من والده طمأنه أوشيما بأن كلام والده غير صحيح فهو لم يقتله فقد كان فيه تكماتسو ليلة الجريمة غادر أوشيما بعد أن رغب كفكا بالبقاء وحيدا وفي تلك الليلة استيقظ كفكا عند الساعة الثالثة والخامسة وعشرين دقيقة ليلا ليجد أن هناك فتاة تجلس على المكتب ترتدي فستانا أزرق اللون تبدو أنها في الخامسة عشر من عمرها تحدق بلوحة الفتاة على الشاطئ ثم تحدق باتجاه كفكا تجمد الدن بعروقه وتساءل إذا كان ما يراه شبحا وعندها وقفت الفتاة ومشك باتجاه باب الغرفة واختفت وقف كفكا وأشعل الضوء ولكنه لم يتمكن من العودة للنوم عند وصول أوشيما للعمل أخبره كفكا برغبته أن يستمع لأغنية كفكا على الشاطئ بنسختها الأصلية توجها لمخزن المكتبة وأخرجها جهات تشغيل الأسطوانات وبعد ساعات أحضر أوشيما أسطوانة الأغنية من والدته وطلب من كفكا أن لا يشغلها أبدا بحضور الآن السايكي شكره كفكا وحدثه عن رؤيته للفتاة بالفستان الأزرق أقنعه أوشيما أنها مجرد أوهام تفحص كفكا الألبوم ليجد صورة الآن السايكي وهي بعمر التاسعة عشر على الغلاف جالسة أمام لبيانو بفستانها الأزرق أدرك كفكا أنها نفس الفتاة التي رأاها تلك الليلة إنها الآن السايكي ولكن بعمر الخامسة عشر عندما أنها كفكا عمله توجه إلى غرفته واستمع لأغنية كفكا على الشاطئ لأكثر من مرة في كل مرة أدرك سبب نجاحها فقط كتبتها الآن السايكي من أجلها من أجل حبها بعواطف حقيقية شك أنها جلست بهذه الغرفة وتأملت لوحة الفتاة على الشاطئ مرارا وهذا ما ألهمها سمحها مرة أخرى وشعر أن بعض الكلمات تتشابك مع حوادث وقعت بالفعل مثل استخدامها عبارة السماء طمطر سمكا صغيرا وتساءل عن ارتباطها بحادث تساقط السمك بحين كانوا واستخدامها جملة يصير الظل سكينا يقطع أحلامك وهل له علاقة بجريمة قتل والده كتب كفكا كلمات الأغنية متسائلا إذا كانت كل كلماتها تحمل بعض المعاني عند الساعة الثالثة والخامسة وعشرين دقيقة استيقظ كفكا ليجد الفتاة بفستانها الأزرق تجلس على الكرسي تحدق بلوحة الفتاة على الشاطئ بدأ قلبه يخفق بشدة أشاحت الفتاة نظرها عن اللوحة وقفت أمام كفكا وكأنه يفصل بينهما حد لا مرئي ثم عادت تحدق باللوحة وبعدها اختفت تأكد كفكا أنها الآن السايكي وهي بعمر الخامسة عشر وعند بزوغ الفجر خرج يتمشى على الشاطئ ويفكر باللوحة والفتاة المرسوم فيها وسر تعلقها بها عاد كفكا إلى المكتبة وعندما حضر أشيما أبلغه أنه استمع لأغنية كفكا على الشاطئ وأنه شعر أن الآن السايكي عندما كتبت كلمات الأغنية لم تفهم معانيها شرح له أشيما أن العديد من الشعراء يحلمون بالكلمات كأنها قادمة من عالم آخر وربما هذا ما حدث معها اعترف كفكا لأشيما أنه يظن أن الآن السايكي ربما قد تكون والدته فهو يشعر تجاهها برابط غريب أخبره أشيما أنه احتمال وارد فالآن السايكي اختفد لمدة خمسة وعشرين عاما وربما خلال تلك الفترة قابلت والده وتزوجه وعند الظهيرة طلب أشيما من كفكا أن يوصل قهوة الآن السايكي لمكتبها طلبت منه الجلوس وشرحت له أنها على علم بقصته فأشيما أبلغها بكل شيء وأخبرته أنه يذكرها بشاب عرفته منذ زمن بعيد فهو يشبه من حيث حبه للقراءة وانعزاله عن الناس وأخبرته عن محاولاتها لتأليف كتاب عن الأشخاص الذين تعرضوا لسحقات البرق فسافرت وأجرت مقابلات مع عدد كبير منهم ورغم عدم نجاح الكتاب ولكنها كانت تجربة ممتعة بالنسبة لها أنها كفكا عمله وعاد إلى غرفته شغل أغنية كفكا على الشاطئ وتذكر أن والده تعرض أيضا أثناء دراسته بمدرسة الفنون لسحقات برق وأنه عندما استيقظ قرر احتراف فن النحت وهذا ما زاد من شكوك كفكا أن الآن السايكي من الممكن أن تكون والدته تلك الليلة ظرت الفتاة مبكرة عند الساعة الثانية والسابعة والأربعين دقيقة ترتدي فستانها الأزرق وتجلس على المكتب محدقة بلوحة الفتاة على الشاطئ تشجع كفكا وناداها باسم سايكي نظرت نحوه استمر الكفكا ينادي على اسمها على أمل أن تتواصل معه أن تشعر فعلا بوجوده ولكنها بلحظة اختفت وفي اليوم التالي أبلغ أوشيما كفكا أن ضابط شرطة اتصل مستفسرا عنه فقد عرفوا أنه حاليا في تكاماتسو يتتبع حاتف والده وأنه غادر الفندق الذي كان يقيم فيه بتاريخ الثامنة والعشرين أي ليلة قتل والده وأن أوشيما كذب على الشرطة بأنه لم يره أيضا منذ ذلك التاريخ شعر كفكا بالخوف طمأنه أوشيما أن الشرطة لا تشتبه به لكنها تأمل أن يتمكن من مساعدتها بإيجاد دليل لحل الجريمة عندها شعر كفكا برغبة برؤية الآن السايكي فربما وقته بالمكتبة أصبح قصيرا صعد إلى مكتبها تحدثا قليلا وسألها إذا سبق لها أن أنجمت الأطفال رفضت الآن السايكي الإجابة عن السؤال وطلبت منه المغادرة عاد كفكا لغرفته جلس مفكر هل وقع بغرام الآن السايكي بعمر الخامسة عشر أم الآن السايكي بعمر الخمسين وكيف سيكون شعوره لو لم يستطع أن يراها مرة أخرى وبالليل نام كفكا على صوت أغنية كفكا على الشاطئ وعند الساعة الثالثة والخامسة وعشرين دقيقة استيقظ ليجد الفتاة جالسة على المكتب ولكن كان هناك شيئا مختلفا فهذه ليست الآن السايكي بعمر الخامسة عشر بل هي الآن السايكي بعمر الخمسين اقتربت منه كأنها تقودها قوة خفية أراد كفكا أن يوقظها فهما بالعالم الواقعي وهو ليس حبيبها المتوفى ولكنه شعر أيضا أنه يرغب بها وبعدما قضيها وقتا حميميا معا غادرت الغرفة ولم يستطع العودة للنوم عند الظهيرة أحضر كفكا القهوة لمكتب الآن السايكي تحدثت معه بطريقة عادية أدرك أنها لا تذكر ما حدث بالليلة السابقة وأبلغها أنه يملك نظرية قد تظنها مجنونة ولكنه ابن النحات كيوتي تامورا وأنه يظن أنها والدته التي تخلت عنه وهو بعامه الرابع بقيت الآن السايكي صامتة أخبرها عن الفتاة التي تزوره بالغرفة كل ليلة وأنه متأكد أنها هي بعامها الخامس عشر وأنه وقع بحبها وهو الآن يقع بحب الآن السايكي الجالسة أمامه وأنه يشعر أنها فقط تنتظر قدوم موتها أخبرته الآن السايكي أن شعوره صحيحا فهي لا تستطيع أن تستمر بالحياة وإنما تراقب مرور وقت فقط مساء عادت الآن السايكي إلى المكتبة دخلت غرفة كفكة حدقت قليلا باللوحة وأخبرته أنها لوحة حبيبها بعامه الثاني عشر صمتت الآن السايكي للحظات حدقت بكفكة ثم قضياء وقتا حميميا معا وبعدها بدأت الآن السايكي بالبكاء لم يستطع كفكة أن يواسيها بأي كلمات فتركته وغادرت بسيارتها وفي اليوم التالي زار كفكة الناد الرياضي فقد شعر بحاجة للخروج من المكتبة وفكر أن يغادرتك ماتسوم عندها ظهر الفتكرو ليبلغه أنه مغرم الآن سايكي الآن ولهذا فإنه لن يقوى على المغادرة عاد كفكة إلى المكتبة وعند الظاهرة أصر أن يوصل قهوة الآن السايكي لمكتبها ليحدث عن نظريته عن لقائها بوالي أثناء إعدادها لكتابها أنكرت الآن السايكي أي معرفة بشخص باسم تامورة أبلغها كفكة أنه لا يصدقها وأنها تخفي عنه الحقيقة اعتذرت الآن السايكي عن لقائهما بغرفته خضب كفكة وأخبرها أنها تشبهه فكلهما عارق بدوامته الخاصة في الصباح الباكر اتصل أوشيما بكفكة وطلب منه أن يحزم حقيبته وأنه قادم لاستحابه عندما وصل أوشيما انطلقا بسيارته باتجاه الكوخ بجبال كوتشي وفي الطريق شرح له أوشيما أن الشرطة اتصلت به مرة أخرى وأنهم جادين بإيجاد كفكة فقد ظهرت أدلة جديدة حيث تبين أنه في ليلة الجريمة قادم رجل عجوزا إلى قسم الشرطة ليعترف بجريمة قتل ولكن الشرطة لم يأخذه على محمل الجد وعندما انكشفت الجريمة خشي الشرطة أن يقع بورطة فأخثى قدوم الرجل عجوز ولكن لاحقا تم اكتشاف ما حدث وبدأت الشرطة بالبحث عنه لتكتشف أنه رجل عجوز بسيط التفكير يعيش على المعونة يقيم بحين كانه حيث يقع منزل كفكة مع والده ولكنه اختفى من شقةه وأثبت تحقيقات أنه سافر استوقافا حتى وصل إلى تكاماتسو حيث توجه كفكة أيضا وعليه فأن الشرطة تظن أنه ما تعاونا مع الارتكاب الجريمة وأنه أيضا نفس الرجل الذي تسبب بسقوط السمك من السماء حيث تنبأ للشرطة بذلك ليلة اعترافه وأخبر أوشيما كفكة أنه من الأفضل أن يبقى بالكوخ لفترة وأنه بما يخص الآن السايكي فهو لا علم بعلاقتهما ويعلم أن كفكة مغرما بها ولكنه يجب أن يدرك أنها تحتضر وأنه ليس باستطاعته مساعدتها فأحيان تحدث الأمور دون تفسير منطقي أوصل أوشيما كفكة للكوخ وطلب منه أن يحذر من الغابة فقبل أكثر من ستين عاما تدربت قوات يابانية بالجبال وأثناء التدريبات فقد أثنين من الجنود ولم يحثر عليهما وأن بعض الأشخاص يظنون أن الغابة تحتوي على مدخل لعالم آخر موازي وقبل أن يغادر أبلغ أوشيما أنه سوف يحضر بعد أسبوع لإستحابه قضى كفكة باقي اليوم يفكر بالآن السايكي وبطبيعة الحياة التي عاشتها والمشاعر التي اختبرتها بعدها بأيام قرر كفكة أن يستكشف قلب الغابة غادر الكوخ حاملا ما يلزمه بالإضافة للرذاذ دهان أصفر اللون وبعدما وصل المنطقة المسطحة الدائرية توجه للشمال وبدأ برش الرذاذ الأصفر على الأشجار ليجد طريقه للعودة وكلما تعمق بالغابة بدأ يسمع أصوات مختلفة تسرب الخوف لداخله وبدأ ينتابه شعورا قويا بأنه مراقب تأخذه الطريق أحيانا صعودا وأحيانا نزولا وخلال الطريق لا ينسى أن يستمر برش الرذاذ الأصفر وأثناء سيره ظهر الفتاكرو وأخبره أنه ليكون قويا يجب أن يدع النور يتسلل داخله ليدفئ برود قلبه وعندها سوف يسترجع نفسه اختفى الفتاكرو وجد كفكا نفسه مرة أخرى بالغابة وحيدا فكر بكلام الفتاكرو ولكنه وحيدا جدا فارغا من الداخل ألقى رذاذ الأصفر وكل شيء يحمله وقرر أن يتوجه لقلب الغابة غير عابئ بأي شيء استمر كفكا مندفعا لقلب الغابة يشغل باله سؤالا واحدا لماذا لم تحبه أمه؟ لماذا غادرت وتركته بجحيم والده؟ مخلفة بداخله ندبا لا تشفى عندها ظهر الفتاكرو ليخبره أن أمه أحبت ولكن لا بد أن يتفهم مشاعر الغضب والخوف التي شعرت بها ودفعتها للتخلي عنه وعندها قابل كفكا جنديين يجلسان على فسحة صغيرة أحدهما طويل نحيف يرتدي نظارات والثاني قصير عريض الكتفين ردات تحية لكفكا وأخبره أنهما ينتظرانه ورغم أن كفكا يجب أن يفاجأ بلقاء جنديين اختفيان منذ أكثر من ستين عاما لكنه شعر بطريقة غريبة أنهما بمكانهما الصحيح أخبره الجندي الطويل النحيف أنهما هربا من الجيش وعندها وجدا نفسيهما بهذه البقعة وأنه بالنسبة لهما فالزمن لا قيمة له وبما أنهما جزءا من الغابة فقد علما بقدومه وأنه إذا رغب بالدخول فلا يملك وقتا كثيرا فالمدخل فتح بالصدفة ولكن ليس لوقت طويل شعراء بتردد كفكا أخبره الجندي القصير عريض الكتفين أنه بإمكانه أن يعود ولكن لا أحد يحضر لهذه البقعة دون سبب طلب منهما كفكا أن يصطحباه فهو قد اتخذ قراره فعلا بأن لا يعود تقدمه الجنديين وتبعهما كفكا الطريق الذي اتخذه ثلاثتهم لا يشبه الدرب أبدا بل إن الأشجار ازدادت كثافة وغصت الأرض بالنباتات الشائكة بعد فترة توقفا وأبلغاه أنهم الآن بمنطقة اسمها الحافة وعندما تجاوزا نصف المسافة توقفا أمام ما يشبه الحوض المنهوت فيه عدد من المنازل الصغيرة وخلال تقدمهم لم يرى كفكا أشخاصا أو حيوانات قاداه الجنديين الكوخ يحتوي على أثاث وأجهزة قديمة الطراز وطلبا منه عدم مغادرة الكوخ وأنه عند المساء سيحضر شخص ليعد له الطعام واعتذرا منه وغادرا تفقد كفكا الكوخ واستلقى على السرير واستسلم للنوم وعندما استيقظ وجد أن المساء قد حل توجه للمطبخ ليجد الفتاة التي زارته بالمكتبة الآن السايكي بعمر الخامس عشر إنسان حقيقية تقف أمامه وتعد له الطعام وقف كفكا مصدوما طلبت منه أن يجلس تناول الطعام وعندما سألها عن اسمها قالت أن الجميع بالمدينة لا يحمل اسما فالأسماء غير مهمة وأنه إذا قرر البقاء لن يحتاج إلى اسمه أيضا أخبرها أنه قابلها من قبل داخل مكتبة بأرض بعيدة وأنه حضر من أجل أن يقابلها تجاهد فتاة عليقة وأخبرته أنها ستحضر باليوم التالي وغادرت باليوم التالي استيقظ كفكا ليجد ساعته متوقفة والفتاة تحضر الطعام سألها كفكا عن المدينة أخبرته أن الكل يعيش بعالمه الخاص التواصل بسيط لا أهمية للوقت ولا للذكريات وأن الجميع جزء من المطر من الغابة من الكون أنهت عملها وغادرت تاركة كفكا بمزيد من الأسئلة وعند الظهيرة تفاجأ بحضور الآن السايكي بعمر الخمسين أخبرته أنها حضرت من أجل أن تقابله للمرة الأخيرة فهي قد قامت بحرق كل ذكرياتها وخلال وقت قصير لن تعود تذكر شيء من حياتها السابقة حتى وقتهما معا وأنه يجب أن يغادر فباب المدخل أوشك على الإغلاق شرح لها كفكا أنه لا يوجد شيء يعود من أجله فلم يحبه أحد طوال حياته ولم يرغب به أحد فالحياة التي تركها غير مهمة طلبت منه الآن السايكي أن يعود من أجلها أن يتذكرها دائما سألها كفكا لآخر مرة إذا كانت فعلا أمه أخبرته سايكي أن مشاعر الغضب والخوف دفعتها للتخلي عن شيء لم يكن يجب أن تتخلى عنه وترجت كفكا أن يغفر لها لأول مرة خاطبها كفكا بإسم أمي وأنه سامحها ودعته الآن السايكي وغادرت وبعد برها غادر كفكا الكوخ توجه إلى حافة الغابة قابل الجنديين وعرفا أنه قرر المغادرة فرافقاه إلى الفسحة الصغيرة شكرهما كفكا وودعهما مدركا أنه لقاءهم الأخير وعندما عاد إلى الكوخ رافقه شعور بالتشويش بالغرابة استلقى على السرير مستسلما للنوم عند التاسعة صباحا وصل سادة أخ أشيما الأكبر بسيارته مختلفا تماما عن أشيما بجسمه الضخم وبشرته السمراء من ركوب الأمواج وغادر كفكا معه وفي الطريق أخبره سادة أن أشيما لم يستطع الحضور فقد حدثت مشكلة بالمكتبة وسأله عن رأيه بالغابة اعترف كفكا أنه تعمق بالغابة وقابل عالم غريب جدا وأنه يعتذر لأنه لا تفسير لما رأاه عندما وصلا المكتب استقبل أشيما كفكا ونقل له خبر وفاة الآن الساييكي لم يفاجأ كفكا فقد كان يعلم مسبقا وأخبره أشيما أنها تركت له لوحة الفتى على الشاطئ أخبره أنه قرر أن يعود لطوكيو ليوضح الأمور مع الشرطة وسوف ينهي دراسته الثانوية قبل أن يقرر خطوته التالية تمنى له أشيما الحظ وأخبره أن بإمكانه أن يزوره بتكاماتسو بأي وقت شكره كفكا وحمل حقيبته وغادر وبمحط التكاماتسو اتصل كفكا بساكورا وأبلغها عن عودته لطوكيو وشكرها لأنها أخته الكبرى واستقل القطار وصل كفكا ليلا والمطر يهطل تساءل إذا تصرف بطريقة صحيحة وظهر الفتى كرو ليخبره أنه فعل الصواب بل الأفضل من الجميع وأنه أقوى فتى بالخامسة عشر من عمره شكرا لمتابعتكم إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات يصلكم كل جديد